الجزء الثاني والأخير في هذه الجزئية إصابة محمد الشناوي أنا هتكلم على صورة وهتكلم على تصريح رسمي انبارح الصورة اللي شفناها كلنا من خلال لقطات المباراة كان فيه غضب من الشناوي وهو خير جواب يتكلم مع عصام الحضري مدرب حراس منتخبنا الوطني لكن الصورة عكس التصريح تصريح الكابتن ويالجمع قال الحمد لله الشناوي ما كانش مصاب ولعبه هو سليم ودي إصابة مختلفة عن إصابة المباراة الأولى اللي كان الشناوي ممكن بسببها يغيب عن لقاء برج العرب مع المنتخب الليبي معلوماتي ومن خلال اتصالاتي فيه جهاز المنتخب الوطني حسب معلوماتي الشناوي يمكن شعر بشد في العضلة الخلفية ومن إمبارح لغاية النهاردة حتى لما وصل فجر اليوم لمطار القاهرة ما كانش قادر يمشي على رجليه كان بيزك بشكل كبير على رجليه اتفى هو دكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب إن النهاردة الساعة 12 الظهر هيكون فيه أشعة على العضلة الخلفية عشان يعرف مدى إصابة الشناوي وغيابه خلال الفترة اللي جاية معلوماتي أيضاً إن الشناوي يعني فيما معناه كان بيقول للكابتن أسام الحضر هو خارج أنا قلتلك هل فكرة أنا قلتلك مش قادر ألعب الكورة برجلية حد هو اللي يجي يسدد مكاني هل دي إصابة من الإصابة السابقة لأن التصريح كابتن واقل عكس الصورة اللي احنا شفناها مبارح في المباراة أنا أتمنى الفترة اللي جاية يكون فيه توضيح للجزئية دي لأن الصورة عكس التصريح نتمنى النهاردة الإشاعة بتاعت الشناوي تكون بسيطة ما تكونش لقدر له إصابة قوية للخلفية من الإصابات اللي بتبقى رخمة هي ولا عدلة ضمة الشد لقدر له لو درقته كبيرة أو لو وصل لدرجة مزء ممكن الغياب بيقى الفترة طويلة جداً لكن أتمنى الفترة الجاية الشناوي يكون جاهز ونطمئن على سلامته وجزئية حراسة المرمى لو فيها أي لغة أتمنى أن يكون فيه توضيح من جهاز المنتخب الوطن لأن احنا بنشوف بعض التعبيرات في المباريات أو لقطة مبارح بتبقى عكس اللي احنا سمعناه من تصرحات رسمية خلال الفترة السابق النقطة الأهم كمان من خلال متابعاته واتصالات باعته في جهاز المنتخب دايماً الحضر معروف أنه هو بيلعب بشكل قوي لما كان حتى كحرس مرمى فتدريباته تدريباته قوية جداً وممكن التوقيت اللي احنا نلعب فيه دلوقتي والفرق لسه في بداية موسم أو في اختام موسم ممكن الحمل البدني المفروض ما يكونش عالي التدريب ما يكونش بنفس الفتنس العالي القوي فممكن يكون محتاجة خبرات في هذا المركز لتدريب حراس المرمى الحراس كمان عندهم خبرة زي الشناوي فأكيد لازم يكون فيه هارموني الفترة الجامعة بين الحراس مع مدرب الحراس في الفترة الجاية عشان تكتمل الصورة الحلوة في جهاز منتخبنا الوطني اشتركوا في القناة